موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الدقائق الاخبارية والبداية من محافظة تعز حيث وضع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائدة الاعلى للقوات المسلحة ومعه عضواء المجلس الدكتور عبدالله العليمي والشيخ عثمان مجلي حجر الاساس لانشاء نصب الشهداء التذكاري في قلعة القاهرة التاريخية بمدينة تعز وذلك تخليدا وفاء لذكر الشهداء الابرار من ابناء المحافظة والجمهورية الذين بذلوا ارواحهم رخيصة دفاعا عن الجمهورية وقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية في مواجهة المشروع الامامي البغيض واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن عظيم اعتزازه واخوانه اعضاء المجلس بتدشين وانشاء هذا النصب التذكاري لشهداء الجمهورية من ابطال القوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية والامنية والمقاومة الشعبية الذين سطروا اسماءهم باحرف من نور في سفر الفداء والنضال الوطني ضد ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني ولفت الى ان اختيارا محافظة تعز لانشاء هذا النصب التذكاري يأتي عرفانا وتقديرا لتضحياتها الجسيمة وصمود ابنائها الاستوري في المعركة المصيرية ضد ميليشيا الحوثي وحصارها الجائر المستمر منذ اكثر من عشر سنوات اعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة عن تقديره العميق لمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا ومساندتها للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف جاء ذلك خلال استقباله يوم امس وفدا من جمعية الهلال الاحمر الكويتي الذي يزور محافظة مأرب للاطلاع على الاحتياجات الانسانية ومتابعة التدخلات الخدمية والتنموية واشهد اللواء العرادة بدور جمعية الهلال الاحمر الكويتي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي سببتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني من جهته اكد وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي الاستمرار في دعم الشعب اليمني والمساهمة في تلبية الاحتياجات الانسانية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة في مختلف المجالات الانسانية والتنموية اعلنت السلطة المحلية بمحافظة المحويت ارتفاع حاصلة ضحايا السيول والانهيارات الصخرية في مدرية ملحان الى خمسين مواطنا واطلقت نداء استغاثة عاجل لانقاذ المتضررين وقالت السلطة في بيان ان التقارير الميدانية واليحصاءات الاولية الواردة من مدرية ملحان عزلة همدان وعزلة القبلة تشير الى وفاة ما يزيد عن خمسين مواطنا وتهدم عشرات المنازل والمساجد والاسواق والمحلات التجارية بالاضافة الى نفوق المئات من الابقار والمواشي والثروة الحيوانية وعدد من السيارات الخاصة واكد البيان انه حتى اللحظة لا يزال العشرات من المواطنين مطمورين تحت الركام ولم يستطع الاهل الوصول اليهم فيما تقطعت السبل بالكثير من المسافرين وحصرت عشرات القرى والعزل جراء انقطاع الطرق الاسفلتية والقط الدولي فيما باتت مدرية ملحان محاصرة ومنقطعة عن العالم بشكل تام توقع المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر اليوم استمراره طول امطار رعدية غزيرة يصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على مختلف المحافظة اليمنية وقال المركز في نشرته الانذارية المتوقعة خلال الاربع وعشرين ساعة القادمة انه من المتوقعه طول امطار غزيرة على مرتفعات محافظات صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء وذمار وريمة واب وتعز والضالع والبيضاء وسهل تهمة وسواحل محافظات حجة والحديدة وتعز واشرى مركز الارصاد الى احتمال هطول امطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على اجزاء من محافظات لحجة ابيان ومأرب والجوف وشوة والمهرى وحضر موت والسواحل الجنوبية واهب المركز الوطني بالجهات الرسمية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الارواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه قتل يوم امس اربعة اشخاص واصيب شخصان اخران بجروح بالغ في مخيم عتير للنازحين غرب مديرية توبا بمحافظة لحج وقال مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بلحج عمر الصمات ان احد النازحين عاثر على مقذوف ناري من مخلفات ميليشيا الحوثي بالقرب من المخيم وحاول تفكيكه الى اجزاء لبيعه خردة لكن سرعان منفجر المقذوف بداخل الخيمة وتسبب بمقتل اربعة اشخاص بينهم طفل واصابة طفلين اخرين بجروح بالغة تم نقلهما الى مستشفيات مدينة عدن لتلقي العلاج توفي شخصان من المهاجرين الافارقة نتيجة ازدحام شديد داخل القارب اثناء هجرتهم من بلدهم الى منطقة عينبا معبد في سواحل محافظة شبوة وافادت مصادر ان القارب الذي كانوا يستقلونه يحمل اكثر من مئتي شخص رغم انه مصمم لاستيعاب سبعين فقط مشيرة الى ان الحادثة ادت ايضا الى اصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وفي سياق متصل قام مواطنون باسعاف امرأة من المهاجرين الافارقة ايضا بعد تعرضها للضرب من قبل مجهولين الى احدى العيادات الخاصة بالمنطقة واكد مصدر طبي ان المرأة تظهر او تظهر على وجهها اثار ضرب عنيفة عقدت اللجنة التشريعية بالهيئة التأسيسية لمجلس الجوف الوطني اللقاء الموسع لمناقشة مسودة النظام الاساسي للمجلس وقال رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الشيخ سنان العراقي ان الهيئة التأسيسية عبر لجانها المشكلة تعمل لانشاء بناء مؤسسي لمجلس الجوف الوطني يضمن مشاركة فاعلة وفرصا متساوية لجميع ابناء المحافظة في هيئات المجلس ولجانه واضاف العراقي ان المجلس لكل ابناء الجوف ولن يستثني احدا وان التواصل المستمر على جميع المستويات لاشراك كافة المكونات عقدت محكمة استئناف شبوى اليوم الاربعاء جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني وخلال الجلس قدم المحامي ابراهيم سعد سالم عريضة استئناف طلب فيها ابطال قرار المحكمة الابتدائية وتحويل القضية الى محكمة عسكرية وهو نفس الطلب الذي تقدم به المحامي صلاح الدياني حيث طالب بتحويل القضية والغاية حكم المحكمة الابتدائية والتحقيقات التي اجراها القاضي المكلف من النائب العام وفي نهاية الجلس قرر رئيس المحكمة تمكين محامي اولياء الدم والنيابة العامة من الرد على عريض الاستئناف المقدمة من قبل المحامين وتحديد يوم الاربعاء المقبل موعدا لعقد الجلسة الثالثة في هذه القضية الجلسة شهدت حضورا مكثفا من اهل الشهيد يتقدمهم والده وابنائه بالاضافة الى عدد من الوجاهات وعيان محافظة شبوى وجمع غفير من المواطنين الذين يتابعون مجريات القضية شهدت محافظة شبوى احتفالا حاشدا بالذكرى الاربعينية للواء احمد مساعد حسين القائد الثوري والوطني البارز بحضور شخصية كبيرة وجمع غفير من المواطنين وقد عرض في الفعالية فيلما يوثق جانبا من حياة اللواء التي كرسها في خدمة الوطني ومؤسساته في لحظة من الزمن عاشت محافظة شبوى لحظة استثنائية استحذرت فيها ذكريات رجل عظيم خط بارادته السلبة مسارا لا ينسى في تاريخها انه اللواء احمد مساعد حسين ذلك القائد الثوري والوطني الكبير الذي قاب بجسده لكنه بقي حيا في قلوب ابناء وطنه حيث احتفت المحافظة بذكرى اربعينيته بحذور جماهيري كثيف وشخصيات بارزة هذا الشخصية الكبيرة قنية عن التعريف على مستوى الوطن اليمني كافة وترك بصمات في الحياة النضالية والإيجارية والسياسية وله معاثر طيبة احمد مساعد حسين رمض من رمض اليمن يعني بكافة شرائحه وله بصمات كبيرة في الثورة من بداية الثورة اكتوبر إلى حينه فاته لأسهمات عديدة في جميع المراحل والمنعضفات لم يكن اللواء احمد مساعد حسين مجرد اسم عابر في صفحات التاريخ بل كان شعلة نضال لا تنطفي وقائدا استثنائيا تميز بالشجاعة والإصرار في كل موقف واجهه من خلال مناصب عدة تقلدها من مدير إلى محافظ ثم وزير وترك بصمة لا تمحى الحفل الذي اقيم في شبوة كان تجسيدا لحب الناس ووفائهم لذكراه بدأ بدقيقة صمت مهيبة خيم فيها الحزن العميق على قلوب الجميع تبعها تلاوة آيات الفاتحة على روحه الطاهرة اللواء احمد مساعد حسين الذي خسرته محافظة شبوة والوطن عامة هذه الهامة الكبيرة التي كان لها ملامح ومواقف وطنية كبيرة سواء كانت في الحكم أو في الإدارة أو في الأعمال الأصلاح ذات البين أو في الأعمال الإنسانية فهو رجل بحجم وطن الكلمات التي تلت تلك اللحظات عبرت عن مدى الفخر والإجلال لمسيرة فقيد بحجم اللواء أحمد مساعد حسين حيث تذكر الحاضرون مواقفه الصلبة وشموخه الذي بقي ثابتا حتى آخر لحظة في حياته وفي لمسة مؤثرة ألقى نجل الفقيد يوسف مساعد كلمة عبر فيها عن الألم الذي يعتصر قلوبهم لفقدان والدهم لكنه لم ينسى التعبير عن شكره العميق لكل من ساندهم في هذا المصاب الجلل وأكد يوسف أن إرث والده النضالي هو كنز لا يقدر بثمن ومصدر فخر واعتزاز للعائلة وسيظل نبراسا يهتدي به الجميع أحمد مساعد حسين شخصية على المستوى الخاص الشبواني وعلى المستوى العام اليمنية فشخصية أحمد مساعد حسين شخصية مادرة صعب أن تتكرر واختتم الحفل بعرض فيلم وثائقي يجسد حياة الفقيد حيث أسترجع الحاضرون مراحل حياة رجل عاش ومات من أجل الوطن وكان الفيلم بمثابة رحلة زمنية أعادت للأذهان ذكريات مسيرة نضالية حافلة بالعطاء تركت بصمات خالدة في ذاكرة كل من عرفه ولقد كان اللواء أحمد مساعد حسين جبلا شامخا لا يتكرر ورمزا وطنيا خالدا في تاريخ اليمن وضع وزير الأشغال العامة وطرق سنم محمد العبودي حجر الأساس لمشروع التدخل الطارئ لصيانة المقاطع المتضررة من إعصار تيج في شوارع مدينة الغيظة ويشمل مشروع التدخل الطارئ صيانة المقاطع المتضررة من إعصار تيج لشوارع مدينة الغيظة بالإضافة إلى مشروع استكمال إنشاء وسفلتة شارع ثلاثين لمدينة المارينة السياحي بتمويل من صندوق صيانة الطرق الفرع الرئيسي عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع المحافظة وخلال عملية التنشين أكد الوزير العبودي حرص الوزارة وصندوق صيانة الطرق على إعادة تأهيل شوارع مدينة الغيظة والخط الدولي وذلك بعد الأضرار التي لحقت بها جراء إعصار تيج وأوضح الوزير أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية كرم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري صباح اليوم الحافظ هشام بكورة بعد فوزه في مسابقة الملك عبد العزيز الدولي للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والأربعين التي تقام بالمملكة العربية السعودية واستمع الوكيل العامري بحضور وكيل المحافظة المساعد الأستاذ عبد الهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف الشيخ محمد بلفاس ومدير مكتب وزارة الإعلام الأستاذ رشيد العامري من الحافظ بكورة نبذة عن مشاركته في المسابقة الدولية التي شارك بها 174 متسابقا من 123 دولة وتحصل على المركز الرابع في محور حفظ القرآن الكريم كاملا وشد وكيل المحافظة بما حققه الحافظ هجام باكورة من إنجاز في البطولة الدولية لحفظ القرآن الكريم وهو الكفيف الوحيد بالمسابقة معكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه النماذج الشبابية التي يعول عليها تجسيد قيم ومبادئ الإسلام السمحاء ونشرها في أوساط المجتمع وتكريمهم واجب على الجميع في ظل الصعوبات التي تواجه الكثير من الأسر بمحافظة المهرى في توفير الاحتياجات المدرسية لأبنائها برز دور جمعية الوصول الإنساني في تقديم الحقائب وزيء المدرسي لعدد من مدارس المحافظة وتشجيع الطلاب على مواصلة التعليم تتزايد حاجة الطلاب للمستلزمات المدرسية مع بداية كل عام دراسي وما يرافقها من عجز ألاف الأسر عن الوثاء بالتزاماتها إلا أن حضور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دعم الطلاب مثل بادرة أمل وفرصة لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم وكان لجمعية الوصول الإنساني دور في توزيع الحقائب المدرسية خلال هذا العام توزيع الزي والحقيبة المدرسية للطلاب المستادفين من مدارس مديرية الغيظة هذا المشروع يأتي بتمويل من جمعية الوصول الإنساني فرع المهرة من أجل الاهتمام بهذه الفئة وطبعا توزيع للفئات الأكثر احتياجا في داخل المجتمع من الطلاب الذين لا يمتلكون الزي والحقيبة المدرسية وهذا يأتي طبعا ضمن المشاريع التعليمية التي تقوم بها المحاولة الجمعية في محافظة المهرة اهتماما بالتعليم دعم لم يقتصر على ذلك فحسب بل شملت تمويل توفير أزياء مدرسية لأبناء الأسر الفقيرة والنازحة والتي كانت تواجه صعوبة في شرائها نتيجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الطالب التعليمية توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي لمجموعة من الطلاب والطالبات لعدد من مدارس مديرية الغيظة محافظة المهرة والشكر لجمعية الوصول الإنسانية على تقديمها هذا الدعم للطالب ورسم الابتسامة في فقوه الطلاب والطالبات ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي نمر بها جميعا فهذا يشاعد الطالب على مواصلة التعليم وحصوله على أبسط حقوق له ومع استمرار مثل هذه المبادرات لدعم قطاع التعليم في المحافظة ثمت مطالبات واسعة للمنظمات المانحة للقيام بدورها اتقاه المجتمع وتقديم المساعدات لآلاف الطلاب لتقاوز الصعوبات التي تواجه أسرهم في توفير أبسط الاحتياجات المدرسية أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة ناقش اجتماع تدخل المنظمات والجمعيات بمشاريع حيوية بمحافظة المهرة ودور السلطة المحلية بتقديم التسهيلات لتنفيذها جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله مع وفد من مؤسسة قنوات الأمل للرعاية الإنسانية لمناقشة جملة من احتياجات المحافظة للمشاريع وثمن بن نمير الجهود التي تبذلها مؤسسة قنوات الأمل للرعاية الإنسانية واهتمامها من خلال ما تقدمه من مشاريع في القطاع الصحي واشهد بالتنسيق المحلي الذي تبذله مؤسسة جسر للتنمية وجهودها في توفير دعم المشاريع بالجوانب القدمية والصحية من قبل المنظمات المانحة عبر التعاون مع المؤسسات المدنية اختتم في مدينة المكلة المخيم الصيفي الثاني الذي استمر لأكثر من أسبوعين واشهد دورات مكثفة في علوم الحاسوب والفنون المختلفة الذي نظمه مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت اختتم في مدينة المكلة المخيم الصيفي الثاني لمهارات المستقبل بمشاركة 120 طالبة من الثانويات والمجمعات التعليمية بمدينة المكلة شمل المخيم على دورات في البرمجة بلغة البايثون واللغة الإنجليزية والروبوت بالإضافة إلى المهارات الحياتية والكوافير والتدبير المنزلي وعدد من النشاطات الرياضية أنا إحدى الطالبات من مجمع فوه التعليمي التي تم اختيارها لهذا المخيم الصيفي وكان لحل حظ لاختيارها في هذا المخيم ونشكر وزارة التربية والتعليم لإقامتها لمثل هذه المخيم الصيفي المخيم الصيفي استفدنا فيه كثير واستمتعنا وتعلمنا كثير أشياء طورت مننا في مجال الإنجليزية أو الذكاء الصناعي أو التدبير المنزلي كثير أخذنا خبرة في العوض التقديم لما نسوينا سي بي حيث شهد المخيم متفاعلا كبيرا من جميع الثانويات والمجمعات التعليمية في مديرية المكلة كما بلغ عدد المدربين إحدى عشر مدربا ومدربة من أبناء المحافظة وشهد المخيم متفاعلا كبيرا وحضورا لافتا والسمر لما يربو على الأسبوعين وسط ثناء كبير على مخرجات المخيم ومكتسباته وطالبوا باعتماده سنويا لتعليم الطلاب أسس المهارات الحياتية المختلفة عما ذو العامري لقالة سهي من مدينة المكلم انتهى الدقائقنا الإخبارية في أمان الله موسيقى 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 موسيقى